معنا على التليفون مؤمن السيد عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بيك يا مؤمن أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا شباب تمام أخبارك يا تكتب أخبارك إيه طبعا يعني المكالمة سعيدة على قلبي في وقت يتب فيه عرص ديمقراطي يشهده العالم حقيقة صحيح صحيح و أشكرك على كلامك المهم الحقيقة اللي أثبتت الجاليات المصرية و أهلين في جميع الدول العالم خبهم الشديد وتمسكهم بأي وثيقة تثبت وطنيتهم ومصريتهم تعلن على مدار اليومين لاحظنا هذا وبشدة وغير متوقع كان من الجميع أن الناس اللي تمشي من مصر هذا غير طحيح بالمرة و الأفعال اللي تمت من المجاليات المصرية بدول العالم أثبتت أن يتمسكهم بالوطنية المصرية صحيح مما لا شك فيه الإقبال اللي الواحد شايفه قدامه ده يعني أنه يبقوا الناس محتفظة بإصرار شديد على أنه يحافظ على الباسبور المصري بتاعه برغم أنه في المهجر محافظ على أنه يطلع بطاقة رقم قومي برغم أنه في المهجر وبياخد بعضه ويروح على الصندوق الإصرار ده تشوفه إزاي يعني أنا حتى كنت بقولي ده مش موجود عند أغلب الجاليات المهاجرة خالص يا فنجم خليني يعني طبعا بعد حديث شايك لي إميري وأخويا النائب أكمل نجاتي عضو تنسيكيات شابر أحزاب والساسين مع كياتك المدفلة اللي قابلي إحنا شفنا حرص المصريين على اختيار مستقبلهم ومستقبل أولادهم إحنا في غرفة تنسيكيات شابر أحزاب والساسين على مدار يومين معاقدة على مدار الساعة لحظنا فعلا تزايد غير غير متوقع عايز أقولي سيادتك إن الأسر رغم الأجواء الجرودة وطق دول ثمانية تحت السطر إلا وإذا بيساعدوا بعض هما وأولادهم إن هما يروحوا ليه تنضيكة الإقتراع النجات دلوقتي حالا من قيمة ساعة نوزلندا بدأت في اليوم الثالث والناس بدأت تتوافد عليها إجبال بجد مصطرم يليك به المصريين اللي بيمثلوا مصر في الخارج وخليني بقى يعني أفع القبعة لسيدات مصر العظماء اللي تصدروا المشهد خارج مصر ودايما بيتصدروا داخل مصر وجودهم في الصفوف الأولى نحظنا في الغرفة فانسيكات شابه الأحزاب والسياتين الفئات العمرية المختلفة شباب ختيات لدلجة مواطن في القويت بيطلب إن هو يتم نقله لللجنة الانتخابية بجهاز تنفس وبيتم تلبيط رغبته إن هو يروح عشان حقه التسطول في اختيار رقيق يحافظ على البلد الطريفه من ضمن الملاحظات التنسيكية في الغرفة البعيثية اللي بيتتابع العمال الانتخابية أهالي لبنان وبيروس أهل البلد بيشيدوا من المصريين وبقول لهم أنتم بتعملوا ملحمة كبيرة جدا في اختيار مستعبالكو يعني الدول حتى الدول بتستدمة على اللي احنا بنعمله رغم كل الظروف اللي بتمر بيه طبعا يعني مشان إنت أهلين في فلسطين طبعا واحظنا وجودهم رغم ما يحدث وما برغم المعاناة إلا وإذا أمموا وبحرط شديد مشاركتهم وحرصوهم على آآ انتخاب رئيس الجمهورية آآ كل كلام ده ما كانش بيحصل رسالة قوية بأمانة شديدة جدا لكل دول العالم المصريين بيفعلوا كل شيء علشان يحفظوا على البلد دي و واستقارها صحيح أنا مشكورك جدا 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 أنا مؤمن كل الشكر لمؤمن السيد عضو تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين